السلام عليكم اخواني اخواتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اليوم سنقدم لكم 4 أشكال الخبز المتنوعة بمضاق مختلف ومن عجين واحد يجبون رائعين الفطور الصباح اذا اعرفوا معي المكونات وطريقة تحضير لنهاية الفيديو اشتركوا في القناة 635 جرام دقيق الخالي من الجلوتين انا اعطيتكم العبارة بالطبط ايضا ربعات المعالق الكبار يكون ممتلئ جيدا دقيق الضراء البيضاء او كأسان من الحليب نصف حمضة يجبوني ريب يجبوني على شكل ريب ثلاث ملاعق كبيرة من الخل البيض و ملعقة كبيرة من خميرة الخبز ايضا كأس كبير من الحليب و نصف كأس من الزيت النباتي ملعقة صغيرة من الملح الهيمالايا و ملعقة صغيرة من اللاجوم دوكوار يمكنكم استغناء نضيفها لانها تزيد من فوائد الخبز ايضا ملعقة كبيرة من عسل نحل كما تلاحظون نضيفها الخميرة ملعقة كبيرة خميرة الخبز و نستعمل خميرة الخبز رفعة ايضا نضيفها و نفرغ النواشف نضيف جميع المكونات في وعاء العمل نضيف الخليط الخميرة و العسل و ملعقة كبيرة الخالي من الجلوتين نضيف هنا و نضيف كأسان الحليب نصف عصير الحامض نضيف الخبز و نضيف قليل من الماء و نجمع بالعجين لان العجين لا تجمع بالتدريج تحصلوا على واحد العجين دائما يكون خفيف و يلتسق بالأيدي لانا نقدم مقص العجين لا نحصل على نتيجة دائما نخفف العجين الخبز الخالي من الجلوتين لانه مجرد نضيف مرة يبقى يتشرب فضروري ما نخففه اضفت نصف كأس الزيت النباتي و اضفت 3 ملايق كبيرة من المحسنات المخبوز و من بعد كما قلت لكم اضفت الخليط الحليب و نجمع العجين جيدا و نتلاقوا بشكل الشكل هذا هو القوام النهائي للعجين كما تلاحظوا يلتسق بالأيدي هنا اخر مرحلة سيطيف 51 جرام الزيت الزيت اضفت حرارة المطبخ يستحسن من بعد الخبز اضفت رائع جدا ندخل الزيت الزيت في العجين و من بعد نقسم ثلاثة اجزاء انواع مختلفة يمل من الخبز في الجيل الخبز و انزل انتظروا 10 دقائق اخر اضفت طريق اضافة من 10 دقائق شكل اضفت من الحال من 15 ساعة من 10 دقائق من 10 دقائق من 10 دقائق من 10 دقائق كمية الجبن الأحمر والزيت الأسود نضع العجين جيدا وضع الكورية جانبا نضع العجين الثاني نضع الكورية نضع العجين بالكامل نضع الكورية نضع الكورية الأخرى نضع الكورية نضع الكورية مرحبتها نضعت العجين نفقت على الشكل نضع الكورية نضع الكورية وذلك نضع الكورية نضع كورية وهناك المستطيل نضع الكورية انواع الحبوب انا لدي مخلطة فيها جميع انواع الحبوب اللي مشوفة عندكم خدموا بها ونأخذ العجين ونرشه بالماء لكي يلتسقوا لي الحبوب بالعجين ويتلبسوا لي بالكامل يعني العجين وتعطي المنظر انا نرش الماء من الجهتين الخبز من جميع الجوانب اتخذوا السكين وتقطعوا الخبزات على حسب الحجم المتوسط بحل المربعات فردي ونستفهم في اللعطة ان شاء الله للفرن والشكل الثاني فدائما نرش دائما السلح العمل لان العجينة تكون خفيفة ونحاول نشكلهم الى كويرات ودائما نرشوا السلح بالماء بالحبوب الخشخاش سوف نكمل على هذه الطريقة ونصففهم ايضا في الانية الفرن وقليت شوية من العجين اللي فيه زيتون والجمل الأحمر والسطح ودريت ليه زنجلان أو السمسيم كيف يبقى لكم الاختيار يأتي خبيزات زوينين ورائعين يعني كل خفزة وشكلها وفي نصف الوقت خفاف وقطنيين انتم ان شاء الله نخدم بالعجينة اللي مدرنا فيها ونشكلها على شكل ميني باقات وكما هو موضح دائما للميني باقات تشكيل لهم تبسط العجينة وكتحول تلفو وكتزيروا دائما لذيك البلاصة اللي يلفيتون منها باش ما يتحلش لكم الخبز اثناء الطهي ها هم الخبيزات هنا يستفشون في اللاطة وغادي تاخدوا واحد سكين حاد او واحد الشفرة خاصة فقط بالخبز وغادي تشرطوا الخبيزات على شكل زائد كل واحدة اللي يبغى غادي نشكل الخبيزات وغادي نشكل وغادي نخلي هاد الخبز يتضعف الحجم دياله فوق الفرن اللي هو كي سخن يعني يختمر معي الخبز وكل واحدة لحسب مهم ما تخليش الخبز ديالكم يختمر بزف مش ما هكا ما يتشققش لكم في نص وقت كي أعطيكم النتيجة اللي هي أفضل مجرد ما يبدأ يعني ذاك الشققات بداو هكا كيبانو فااااا الخبز يعني كين تافخ دا واحد الحجم اللي هو مضاعف فاااا غادي تخشيف الفورن اللي كي يكون ديجا مسخان مسبقا انا قدرت فقط النار من الأسفل يعني كي ينتفخ الخبز ديالي وكي يتحمر لي من الجوانب عاد كنشعل عليه النار من الأعلى باش ياخدك اللون الذهبي الجميل وبعد ذلك غدا يتلاقاوا باش شوفوا الشكل نهائي وكما كتلاحظوك يكون هذا هو الشكل نهائي ديال الخبزات ديالي شوفوا ما شاء الله كيفاش كي يجيو كي يجيو قطنيين رائعين شوفوا كيفاش حضرناهم يعني ما شاء الله كيعطيو كيميا اللي هي وفيرة وفي نص الوقت اللي أشكال اللي هي متنوعة وكل خبزة يعني كتجيب النكهة ديالها الخاصة شوفوا ما شاء الله الخبزات اللي درنا بالجبن والزيتول الأسود تهوما كيفاش كي يجيو في المناظر ديالهم ان شاء الله وخبزات اللي ايضا درنا بالفوق وايضا شفتوا الميني باقيت غاد نفتح معكم كل واحدة باش شوفوا كيفاش آآ يعني كي يجيو خفافين بالزاف وما كي يجيو لمعجنين لوالو كي يجيو قطنيين الى تبعتوا جميع النصائح اللي اعطيتكم ان شاء الله في الفيديو وبهاكا نكون وصلنا لنهاية الفيديو كنتمنى لكم دوام الصحة والله هافية ان شاء الله تحضرون في البيوت ديالكم وتخليوا لي دائما تعليق الجميلة ديالكم اسفل الفيديو اتعكوكم في انان الله ولا تنسوا دائما النصيحاتنا في حميتنا الى اللقاء